مركز محافظة ناصرية بدأت تعيد مشهد شعلة التظاهرات في الجنوب ومخاطر جر الشارع الى شلال الدماء والفوضى الاحداث ليست بالجديدة لكنها خطيرة في المفهوم الامني الذي تسعى من خلاله حكومة الكاظم الى ضمان حقوق الشارع وحفظ دماء ابنائه بحسب تصريحاتها المستمرة الامر الذي استدعى على الفور قرار حاسم بإقالة محافظ ذيقار وتعين رئيس جهاز الامن الوطني عبدالغان الاسد محافظا مؤقتا في مقدمة اختيار محافظ بعيدا عن ضغوطات سياسية وحزبية بمهمة محددة تضمن تهديئة الاوضاع في الساحات رد فعل مباشر رسمي من الكاظم بتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس الوزراء وفتح تحقيقا واسعا للوقوف على الاحداث الاخيرة ما يمثل مقدمة للشروع في حملة لاعمار المحافظة نقطة فاصلة ايضا تتمثل بتشكيل لجنة عليا من كبار قادة الجيش والاجهزة الامنية للتحقيق في الاحداث التي رافقت مظاهراتها الاحتجاجية الامر الذي انطق لسان اهالي المحافظة بمطلبهم الرئيسي منذ زمن يترجم الى املهم الحقيقي بمحافظ يدير ذيقار بحفظ دماء الشباب وتوفير ابسط حقوقهم بعد ان طفح كيل الموت والدم وغضب منظمات حقوق الانسان على المشاهد المتكررة وايطاحة الفرصة لعهد جديد فسيكسب المحافظ الجديد ودى ابناء المحافظة ام سيخضع للضغوطات السياسية والحزبية